أهلا بكم سنة ستة ابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنشرح إن شاء الله مع بعض الدرس الثاني الصروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة موجود في الوطن العربي صروة حيوانية وسمكية متنوعة ودي بتنقسم إلى ثلاث أقسام يبا الصروة الحيوانية والسمكية بتنقسم إلى ثلاث أقسام رقم واحد الحيوانات رقم اثنين الدواجن رقم ثلاثة الأسمك هندرس مع بعض رقم واحد اللي هي الحيوانات اللي هي الصروة الحيوانية في الوطن العربي طب إحنا عاوزين نعرف إيه هي أهم الحيوانات اللي موجودة في الوطن العربي أقول لك يا تميز الوطن العربي بتنوع الصروة الحيوانية موجود ثلاث أنواع بالنسبة للحيوانات اللي هم رقم واحد الجموس رقم اثنين الأغنام والماعز والخيول والأبقار رقم ثلاثة اللي هي إيه القبل والقبل دي اللي هي الجمال يبقى نقولهم تاني رقم واحد الجموس رقم اثنين الأغنام والماعز والخيول والأبقار رقم ثلاثة القبل اللي هي الجمال تعالوا ندرس رقم واحد الجموس تعد مصر أولى الدول العربية من حيث تربية الجموس يبقى مصر رقم واحد في تربية الجموس وده بسبب إيه؟ بسبب وجود البيئة الزراعية الفيضية المناسبة لتربية الجموس يبقى نقول تاني إيه السبب في أن مصر تعتبر الأولى بين الدول العربية في تربية الجموس؟ أقول لك بسبب وجود البيئة الزراعية الفيضية والبيئة دي مناسبة لمن؟ مناسبة لتربية الجموس كمان مصر فيها حوالي 85% من إجمال الجموس الموجود في الوطن العربي 85% في مصر بس وده طبعا بناء على إحصاءات عام 2020 ومصر قامت بإنشاء مزرعة غرب المينيا قامت بإنشاء مزرعة فين غرب المينيا ليه؟ أقولك للإنتاج الحيواني على مساحة كم فدان؟ 15 فدان عشان تربي سلالات من الجموس بس بشرط تكون السلالات دي عالية الإنتاج يبقى مصر أنشأت مزرعة غرب المينيا على مساحة 15 فدان للإنتاج الحيواني عشان تربي سلالات من الجموس عالية الإنتاج رقم 2 الأغنام والماعز والخيول والأبقار مطلوب مننا أعرف الدولة الأولى رقم واحد في تربية الأغنام والماعز والخيول والأبقار وهي السودان يبقى السودان الأولى في تربية الأغنام والماعز والخيول والأبقار على مستوى الوطن العربي رقم ثلاثة الإبل ودي تعتبر من أهم الحيوانات اللي موجودة في الوطن العربي اللي هي الجمال وتعدى الصومال أولى الدول العربية في تربية الإبل يبقى أعرفت الأولى في تربية الجموس اللي هي مين؟ أقول لك مصر والأولى في تربية الأغنام والماعز والخيول والأبقر اللي هي مين؟ أقول لك السودان طب الأولى في تربية الإبل اللي هي الجمال أقول لك مين؟ أقول لك دولة الصومال تعالوا نشوف أهمية الصروة الحيوانية في الوطن العربي هي الصروة الحيوانية مهمة؟ آه طبعا مهمة ومهمة جدا في ثلاث أسباب السبب الأول أو رقم واحد توفير البروتين الحيواني لسكان الوطن العربي والبروتين الحيواني ده اللي هو اللحوم يبقى بتوفر الصروة الحيوانية البروتين الحيواني اللي هي اللحوم لمين؟ طبعاً لسكان الوطن العربي يبدأ تعتبر الأهمية رقم واحد بالنسبة للسروة الحيوانية في الوطن العربي اللي هي ايه؟ هقوله توفير البروتين الحيواني لسكان الوطن العربي رقم اتنين في مواد خام بتقوم عليها صناعات مختلفة السروة الحيوانية بتوفر المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة تاني في مواد خام بتقوم عليها صناعات مختلفة مواد خام ايه؟ مواد خام حيوانية بتقوم عليها صناعات مختلفة هذه الصروة الحيوانية دي بتوفر المواد الخام اللازمة للصناعة زي إيه؟ زي الجلود بيقوم عليها العديد والكثير من الصناعات والقلبان واللحوم نقول تاني توفير المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة طيب الأهمية رقم ثلاثة أقول لك في بعض الحيوانات بنستخدمها في أعمال الحقل زي إيه؟ زي حرص الأرض أو النقل في الريف نقول تاني تستخدم بعض الحيوانات بالريف في أعمال النقل أو أعمال الحقل ده بالنسبة لأهمية الصروة الحيوانية في الوطن العربي نقولهم بسرعة رقم واحد توفير البروتين الحيواني لسكان الوطن العربي رقم اثنين توفير المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة زي إيه؟ أقول لك زي الجلود زي الألبان زي اللحوم كمان بتستخدم بعض الحيوانات في الريف في أعمال الحقل والنقل مشكلات الصروة الحيوانية في الوطن العربي توجد الكثير من المشكلات التي تواجه الصروة الحيوانية في الوطن العربي يعني في مشكلات موجودة تتبع الصروة الحيوانية زي إيه؟ إحنا عاوزين نشوف إيه هي المشكلات اللي بتواجهها الصروة الحيوانية في الوطن العربي أقول لك رقم واحد حاجة اسمها التغيرات المناخية ودي إحنا درسناها قبل كده وإحنا عارفين إن التغيرات المناخية دي بيصحبها قلة الأمطار وانتشار الجفاف وكمان التصحر وده بيؤدي إلى موت أعداد كبيرة من الحيوانات ودي بتعتبر أكبر مشكلة بتواجه الصروة الحيوانية اللي هي مين؟ أقول لك التغيرات المناخية يبقى أول مشكلة بتواجه الصروة الحيوانية هي التغيرات المناخية تاني حاجة فقر المراعي في وطننا العربي يعني بنلاحظ إن المراعي الطبيعية اللي موجودة في الوطن العربي فقيرة في نباتاتها وإحنا عارفين إن الحيوانات بتتغزى على إيه؟ على النباتات فبالتالي دي مشكلة من ضمن المشكلات التي تواجه الصروة الحيوانية اللي هي فقر المراعي في وطننا العربي رقم ثلاثة الرعي الجائر للحيوانات يعني بنلاحظ إن الحيوانات بتعمل إيه؟ لما بتيجي ترعى بترعى إيه؟ رعي جائر رعي إيه؟ جائر دي من ضمن المشكلات التي تواجه الصروة الحيوانية رقم أربعة اتباع أساليب الرعي التقليدية يعني الراعي بياخد الحيوانات بتاعته ويطلع بيها على المرعة وبيعمل ايه وبيتركها ده اسمه ايه اسمه رعي تقليدي رابع مشكلة من المشكلات التي تواجهها الصروة الحيوانية اللي هي ايه اتباع اساليب الراعي التقليدية رقم خمسة قلة الاعلاف بنلاقي ان الاعلاف قليلة في الوطن العربي ودي تعتبر من ضمن المشكلات التي تواجه الصروة الحيوانية نقولهم بسرعة رقم 1 التغيرات المناخية رقم 2 فقر المراعي في وطننا العربي رقم 3 الرعي الجائر للحيوانات رقم 4 اتباع أساليب الرعي التقليدية وأخيرا رقم 5 قلة الأعلى أعوزي أن نعرف الدول العربية عملت إيه عشان تنمي الصروة الحيوانية ودي اسمها جهود الدول العربية لتنمية الصروة الحيوانية بتعمل الدول العربية على تنمية الصروة الحيوانية طب ازاي؟ أقول لك من خلال رقم 1 تطوير المراعي الطبيعية بتعمل الدول العربية على أن هي تطور المراعي الطبيعية وتنميها رقم 2 الاعتماد على الأساليب الحديثة في تربية الحيوانات يعني مش بيتخذوا أساليب تقليدية ولكن هناك أساليب حديثة في تربية الحيوانات رقم 3 بعض الدول العربية بتعمل على توفير الرعاية البيطرية والأعلاف يبقى بتعمل ايه؟ توفير الرعاية البيطرية والأعلاف كمان زيادة أعداد الحيوانات ذات الإنتاجية المرتفعة سواء في اللحوم أو في الألبان لأن احنا بنستفيد من الحيوانات في ايه؟ في حاجتين اللحوم هو ايه؟ وألبان هو دول أكتر حاجة احنا بنستفيد منهم يبقى إذن زيادة أعداد الحيوانات ذات الإنتاجية المرتفعة من اللحوم والألبان ده بالنسبة لجهود الدول العربية لتنمية الصروة الحيوانية نقولهم بصرعة الدول العربية بتعمل على تنمية الصروة الحيوانية من خلال إيه؟ رقم واحد تطوير المراعى الطبعية رقم اثنين الاعتماد على الأسليب الحديثة في تربية الحيوانات رقم ثلاثة توفير الرعاية البيطرية والأعلاف رقم أربعة زيادة أعداد الحيوانات زيادة الإنتاجية المرتفعة من اللحوم أو الألبان ثانياً الدواجن والدواجن دولة بيشملوا أربع أنواع اللي هي الدجاج رقم واحد رقم اثنين البط رقم ثلاثة الأوز رقم أربعة الحمام يبقى كم حاجة؟ أربع حاجات الدجاج البط الأوز الحمام طب الدول العربية بتهتم بتربية الدواجن إيه السبب؟ أقولك لسد العجز من اللحوم الحمراء ليه؟ لأن إنتاجها لا يكفي استهلاك السكان في الوطن العربي يبقى اللحوم الحمراء الإنتاج بتاعها ده ما بيكفيش استهلاك السكان يبقى إيه اللي بيحصل؟ بتهتم الدول العربية بتربية الدواجن يبقى أنا عرفتي إيه سبب أن الدول العربية بتهتم بتربية الدواجن أقوله إيه؟ لسد العجز من اللحوم إيه؟ الحمراء وتعد دولة المغرب أولى الدول العربية في تربية الدواجن يبقى رقم واحد في تربية الدواجن اللي هي مين؟ أقوله المغرب طيب يبقى أنا عرفت كده هوت في تربية الجموس اللي هي مين؟ رقم واحد مصر في تربية الإبل الصومال في تربية الأغنام والماعز والخيول والأبقار اللي هي من السودان وأخيرا الدواجن دولة المغرب العربي ممكن يجي سؤال يقولك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد أو ألف أولى الدول العربية في تربية الأغنام هي المغرب السودان تونس الجزائر طبعا تربية الأغنام يبقى أقول له السودان أنشأت مصر مزرعة لتربية الجموس عالي الانتاج غرب محافظة الفيوم سهاج ألمينيا أسيوت طبعا أقول له محافظة ألمينيا تتصدر المغرب الدول العربية في تربية يعني تعتبر رقم واحد المغرب في تربية الأبقار والماعز والدواجن والأغنام طبعا أقول له الدواجن الصروة السماكية بتسهم الصروة السماكية في سد العجز من البروتين الحيواني يعني زي الدواجن بتسد العجز في البروتين الحيواني يعني اللحوم وإحنا عارفين أن البروتين الحيواني اللي هو إيه؟ اللحوم يبقى الصروة السماكية والدواجن الاثنين مع بعض بيسدوا العجز في البروتين الحيواني اللي هي إيه؟ اللي هي اللحوم طبعا أعزين نعرف مصادر الصروة السماكية في الوطن العربي يعني احنا بنحصل على الاسماك منين اقول لك بتنقص مصادر السروة السماكية في الوطن العربي الى اتنين رقم واحد المزارع السماكية رقم اتنين المصايد السماكية والمصايد السماكية زي مين زي المحيطات والبحار والبحيرات والانهار وبتتوزع المصايد دي في دولتين اتنين اللي هما مين مصر والمغرب نشوف مصر طبعا تعتبر مصر الاولى عربيا في انتاج الاسماك من المزارع السماكية ليه احنا بنقول ان مصر الاولى عربيا في انتاج الاسماك من المزارع السماكية اقول لك لان انتاجها من الاسماك بلغ حوالي 90% من جملة الانتاج في الوطن العربي 90% واحدة من انتاج المزارع السماكية عشان كده احنا بنقول مصر الاولى عربيا في انتاج الاسماك من المزارع السماكية الدولة رقم اثنين وهي المغرب ودي بتعتبر الاولى في انتاج الاسمك دي بتعتبر ايه الاولى في انتاج الاسمك من المصائد السمكية اللي هي المحيطات والبحار والبحيرات والانهار طب ليه؟ اقول لك لان المغرب تتميز بطول سواحلها زي ما احنا شايفين على الخريطة هوا المغرب تطل على ايه؟ على البحر المتوسط وعلى المحيط الاطلنطي عشان كده بتتميز المغرب بطول ايه؟ بطول سواحلها تاني ليه المغرب تعتبر الاولى في انتاج الاسمك من المصائد السمكية؟ اقول لك بسبب طول سواحلها على البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي مشكلات السروة السمكية بتواجه السروة السمكية مشكلات كتيرة في الوطن العربي زي ايه؟ اقول لك زي التغير المناخي تاني يا مستر التغير المناخي مش قلت ان التغير المناخي بيؤثر على السروة الحيوانية اقول لك ايوة وبيؤثر كمان على السروة السمكية ليه؟ طيب ليه التغير المناخي بيؤثر على السروة الحيوانية والسروة السمكية؟ اقول لك لان بينتج عن التغير المناخي ارتفاع درجة الحرارة ونقص الاكسجين ده بالنسبة للسروة السمكية وده بيؤدي الى موت الكثير من الكائنات الحية البحرية اقول تاني ليه التغير المناخي بيؤثر على السروة السمكية؟ اقول لك لان التغير المناخي بينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة ونقص الاكسجين وده بيؤدي الى موت الكثير من الكائنات الحية البحرية من ضمن مشكلات السروة السمكية تلوس المياه وده بيؤدى إلى موت الأسماك رقم 3 استخدام وسائل صيد بدائية وليست حديثة يعني إحنا بنستخدم مثلا المركب الصغير ده تمام دي يعتبر أو صنارة أو شبك بدائية تمام كده دي اسمها وسائل صيد بدائية وليست حديثة يبقى رقم 3 استخدام وسائل صيد بدائية وليست حديثة دي تعتبر من ضمن مشكلات الصروة السماكية رقم 4 الصيد الجائر للأسماك يعني بنصيد كميات كبيرة جدا من الأسماك دي من ضمن مشكلات السروة السمكية يبقى نقول تاني رقم واحد التغير المناخي اللي هي مشكلات السروة السمكية التغير المناخي رقم اثنين تلوث المياه رقم ثلاثة استخدام وسائل صيد بدائية رقم أربعة الصيد الجائر للأسماك دولة الأربعة دولة مشكلات السروة السمكية في الوطن العربي جهود الدول العربية لتنمية السروة السمكية الدول العربية عملت ايه عشان تنمي السروة السمكية أولا بتهتم الدول العربية بتنمية السروة السمكية لابعايزين دليل ان الدول العربية بتهتم بتنمية السروة السمكية أقول لك من خلال رقم واحد توفير وسائل ومعدات الصيد الحديثة الدول العربية ابتدت تعمل ايه تجيب معدات وسائل صيد حديثة وبتوفرها للصيدين كمان بتعمل حاجة مهمة بتدرب الصيادين على استخدام وسائل ومعدات الصيد الحديثة رقم اتنين تفعيل القوانين الخاصة بالصيد يعني احنا عندنا في بعض الناس بيعملوا ايه بيصطادوا الاسماك الصغيرة جدا دي تمام كده طبعا دي الاسماك هتيجي في يوم الايام وهتكون ايه وهتكون ذات حجم كبير الدول العربية بتفعل القوانين الخاصة بيه بالصيد دي رقم ايه اتنين من ضمن جهود الدول العربية لتنمية الصروة السمكية تفعيل القوانين الخاصة بالصيد رقم ثلاثة التوسع في مشروعات الاستزراع السمكية يعني في دول عربية كتير جدا التالت تعمل ايه تعمل مزارع سمكية عشان لانتاج الاسماك نقول تاني التوسع في مشروعات الاستزراع السمكية يبقى نقولهم مع بعض جهود الدول العربية لتنمية الصروة السمكية اهتمت الدول العربية بتنمية الصراع السماكية من خلال رقم واحد توفير وسائل ومعدات الصيد الحديثة وتدريب الصيادين على استخدامها رقم اثنين تفعيل القوانين الخاصة بالصيد رقم ثلاثة التوسع في مشروعات الاستزراع السماكي السؤال التالي اكتب كلمة صوب أمام العبارة الصحيحة أو كلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة ألف المغرب أولى الدول العربية انتاجا للأسماك من المزارع السماكية أقول له العبارة خطأ خطأ ليه؟ لأن مصر هي أولى الدول العربية انتاجا للأسماك من المزارع السماكية والدالة على كده أن هي بتنتج حوالي 90% من إجمالي انتاج المزارع السماكية في الوطن العربي السؤال الرقم بيه تلوس المياه من المشكلات التي تواجهها الصروة السماكية في الوطن العربي أقول له العبارة صحيحة رقم جين تتميز مصر بكسرة المزارع السماكية يعني مصر فيها مزارع سماكية كتير أقوله العبارة إيه صحيحة ويد دليل على كده ها أن بلغ إنتاج مصر حوالي 90% من جملة إنتاج المزارع السماكية في الوطن العربي بكده يا حبيب قلبي ننتهي من شرح الدرس الثاني السروة الحيوانية والسماكية في وطننا العربي بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء